يعني ما يجري سعاطين يعني يعد ذلك كيف يطف تلك الامتحاتات وتلك التعبيات على حقوق الإنسان وعلى أمنات الإنسان وحياة الإنسان أمام صمت العالم صمت رميب وصمت مولين حقيقة يعني يحطان مرأة ماذا يقول أو ماذا يكتب أو ماذا ينشر أو ماذا يطالب يعني الإنسان حلق العقليميين بدون الإنسان هو أنا ترى الإنسانية هذه الجرائم أنا ترى مرزمات حول الإنسان والسؤول التي تبتع الحرية هذه الجرائم التي يرجل هذه الإنسانية كيف لإنسان أن يرقى فاجدا ويخطفون النساء والصاعرين في السن فقط من أجل ألمان هذه ثورتهم هل قالت الثورة من أجل الخطط ألمان لا يجب تفتغي إلى ذلك هو فعلا أن هذه الفصائل التي حملت التلاء على أساس بأنها ستقاتل النظام وبأنها ستغير النظام وعندما كانت تصلح عن ديرهم الشعبين بإنساط النظام هل هذه هي نهايتهم؟ هل هذا كان مطلبهم؟ أن يتحولوا إلى أداة دولة تركية أن يكونوا أداة قتل من شعبهم هذا الشعب خاصة من شعب الأقرين شعب الثوراق للحرية ثوراق بالسلام شعب الأقرين الذي آوى واحتضم المئات آلاف من السوريين من كافة المناطب السورية التي كانت فيها المعارض منذ بداية هذه الأزمة أو منذ بداية تحول الأزمة أو الحراك السيني إلى حراك المسلح طيب سليمان فيما يخص الانتهاكات في عفرين هل لديكم أي تحركات أو تواصل مع منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان لتوثيق هذه الانتهاكات وإدانة هذه الفصائل الإرهابية المدعومة والتي تأتمر حقيقة بإمرة النظام التركي وأكد بأن كل ما يجري في عفرين يتم توثيقه من قبل لجارة حقوق الإنسان ويتم تقديمها لجارة حقوق الإنسان وحتى لهم تحدي لكن حتى الآن يبدو أن لا ندري ما هو السبب هل هناك ضغط فيدي على هذه المنظمات وحتى علىهم تحدي هل هناك حقيقة نستغل بحيث نظر هذا القم الذي يرقى إلى متوى تواطئ صحى التعليم أنا أجد تكسين غير ذلك يعني منذ أسبوع إنسان طاعم في السفر عنده 63 سنة يدخلون إلى بيته لجمع مبارك ورقصيون الزبط السريقة ولا الدورة التركية سمعت قبل كل الناس ولا تتحرر المنظمات الدولية تسمع ولا تتحرر يعني فعلا لجارنا لجارة حقوق الإنسان في عطيل وفي شابة تعمل ليلة النهار وتوسف كل شيء وحتى عدد منظمات وعدد جهات لكن مع الأسف لم نلقى أي حراس أو أي رد فعل لهذه المنظمات يعني حقيقة نستحلون لذين نستغل بهذه المنظمات طيب سيد سليمانيا اليوم كان هناك دعوات حثيثة لوزارة الدفاع الروسية للنظام التركي على اتخاذ إجراءات لضبط الأمن وضبط هذه الانتهاكات في المناطق المحتلة كيف تقرؤون هذه التحضيرات الروسية بالنسبة للتحضيرات الروسية من كثير من ما اسمعنا التحضيرات لم يعدنا ثقة بروسيا أو على الأقل الموجود هنا الروس الموجود هنا في أفضل أستاذ أو في توريا لأنهم عندما بدنا نعرف أنهم مجرد روسيا حددت أو نبع التركيز إذا أمرنا فبدنا نعلم بأنها تريد شئ من التركيز إلا أفعل كذا أو أفعل كذا ثابقا عندما بدأت تاجيننا إلى مرطة الشابة كنا نسمع من الرؤوس كل فترة بأنهم يطلقون يد وحدات حماية الشعب إلا إذا كذا يعني هم يريدون من التركيز فإذا تلكأت تركيا بتنفيذ مطالبين أو امتنع عشيلا فبتنع في الحال حتى الآن تلكيا لم تنتنع بمطلب روسي فإذا تلكأت تركيا بتنفيذ مطلبهم على الصور أو مطلب روس على الصور فبتنع يهديدون بإجراء أو اتحاض وكان أفضل سابقا يهديدون تركيا بحماية الشعب الآن يهديدون بأشياء أخرى إذا تركيا عقل روسيا أنا أعتقد تركيا ليس جادة لما تركيا هي أجري خلط مطارعها ومطارعها نعم وضحت الفكرة رئيس المجلس التشريعي في إقليم عفرين سيد سليمان جعفر كنت معنا مباشرة من الشهباء أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل ترجمة نانسي قنقر